أكدت وزارة الموارد المائية والرية أن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية تحقق ترشيد استخدامات المياه وتحديث شبكة الترع والمساقي بما ينعكس إيجابا على المزارعين بالمقام الأول جاء ذلك خلال اجتماع لعدد من القيادات بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديثة بمحافظة القليوبية ضمن مجهودات الوزارة لتطوير وتحديث المنظومة المائية وتستهدف الوزارة تأهيل المساقي بأطوال تبلغ 500 كم بمحافظة القليوبية بالإضافة للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث في مساحة 60 ألف فدانة ذلك بنهاية شهر يونيو المقبل